برغم التوصلي إلى اتفاق للسلام بين قوات الحكومة الإثيوبية وجبهة دحرير تيجراي مطلع 22 نوفمبر الماضي إلى أن الانتهاكات بحق المدنيين في الإقليم من قبل موالين للقوات الحكومية لا تزال مستمرة وفق ما تؤكد تقارير إعلامية برغم التوصلي إلى اتفاق للسلام بين قوات الحكومة الإثيوبية وجبهة دحرير تيجراي مطلع 22 نوفمبر الماضي موالية لقوات الحكومة الإثيوبية ارتكبت انتهاكات تمثلت بعمليات قتل جماعي بحق مدنيين ونهب للممتلكات في الإقليم الواقع شمال غربي أثيوبيا المصادر أكدت أن قوات من إقليم أمهر اختطفت عشرات الشبان والشابات إضافة لنهب منازل ومكاتب حكومية في الإقليم بالتزامن مع عمليات اختطاف ونهب واغتصاب جنسي نفذتها قوات أرتيريا مولية للحكومة الإثيوبية فرانس براس نقلت عن سكان محليين أن قوات أرتيريا قتلت قبل يومين عائلة كاملة مؤلفة من سبعة أفراد في قرية مريم شيوتو في الإقليم مشيرة إلى أن ما تبقى من السكان في المنطقة يصطفون طوابير للحصول على المياه والمواد الأساسية سكان محليون في بلدة مايد سيبري في جنوب غربي تيجراي أكدوا للوكالة أن السلطات التي تم تعينها مؤخرا في المنطقة حذرت التحدث بلغة التيجراية وقامت بتهجير العشرات والسيطرة على ممتلكتهم إلى جانب إصدار بطاقات شخصية لمستوطنين قدموا من إقليم أمهر لتوطينهم في المنطقة وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد قال في الخمس عشر من الشهر الجاري أن قوات أرتيريا قتلت خمسين مدنيا في إقليم تيجراي ترجمة نانسي قنقر